السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا لمرحلة الريجستراتيشن الآن احنا عدنا اللوغين شغال تمام بقى انه احنا نشغل عدنا الريجستراتيشن او نبني الريجستراتيشن شوف بالنسبة لريجستراتيشن اول شغلة نحتاجه انه احنا نصنع لنا هذا هو الاب يوزر تمام اغلق التمبلت هذا اليوزر نحتاج انه احنا نعمل لنا فورم ليش حتى نحدد بالضبط شنو الاشياء اللي نسمح بيها المستخدم انه يقوم باضافة اوكي يعني قصدي شنو خليه وشيني جنصنا على الفايل اللي هو فومز دوت باي بهذه الصورة راح تكون الفورم مادم تمام تكون بنفس الفولدر المجلد اللي موجد بها اليوزرز من جانجو امبورت فومز تمام ومن جانجو دوت كون ترب dot oath او كونترب رأسا امبورت او هي من الاث اي تنك يس dot oath oath كونترب dot oath امبورت نقدر نجلب اليوزر كرياشن فورم وايضا نقدر نجلب من عنده اليوزر موديل شوف 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 هاي ما اعرف from from اوكي اللين الاول هو احنا نجيب الفورم ليش نجيب الفورم حتى الكلاس اللي نصنع هنا يكون نوع فورم حلو اعي مفهومة يعني شون هنا انا مثلا بال view من نصنع كلاس نخليه يكون عايد للتيمبلت حتى يحول هذا الكلاس لتيمبلت اللي نحن نعرف بالبايثون انت من تكتب الكلاس فهو كلاس عام فلازم تخصص شنو هذا النوع الكلاس يكون فعدنا بال view نحاوله الى view بالموديل نحاوله بموديل بالفورم ايضا نحاوله لازم هذا الكلاس الى فورم حتى الجانجو يتعامل وياه كفورم او هنا يتعامل وياه بال view كview بالموديل يتعامل وياه كموديل تمام ما يكون كلاس وخلاص فاتشي عام بالنسبة لليوزر كرياشن فورم شوف انت عندك بالجانجو فريمورك الفورم مالت انشاء مستخدمين هي موجودة اصلا موجودة من ضمن هذا الباكت جانجو كونترب اوث تمام اضافة الى ذلك الموديل مالت اليوزر ايضا موجود يعني ما حاجة تصنع موديل اليوزر هو اصلا موجود زين لذلك احنا طلبناها الاثنين حلو الان شا سوي انا اريد انا سوي فت فورم يخزن المعلومات في الداتابيس احنا نعرف كل زين الداتابيس حتى نخزن بيه معلومات لازم اكو موديل فاحنا ما رح نصنع الموديل وانما نعتمد على الموديل المصنوع هو اصلا اساسا بالاثنتيكيشن سيستمات الجانجو زائدا رح نعتمد على اليوزر كرييشن فورم بانه نسوي فورم خاص للرجستريشن فهذا هو موجود بيها فهناش نكتب مثلا كلاس شوف كلاس مثلا رجستريشن فورم رح نسوي كلاس اسمه رجستريشن فورم حتى هذا الفورم يكون هو لانشاء مستخدمين جدد افطر انه شنو استخدم هذا في داخلها ليش تذكرون بالفيو من قلنا احنا اذا اريد نحول هذا الكلاس الى تيمبلت فيو يتحول عن طريق انه احنا نعمل انه نذكر في داخل الكونستريكتر ما لنت بين القوسين ما لنت انه هو تيمبلت فيو حتى يتعامل مع هذا الكلاس كتيمبلت فيو هنا نفس الحالة الرجستريشن فورم هو انت انشأت هذا الكلاس فشلون تفهم للجانجو انه هذا الرجستريشن فورم هذا رح استخدمه لتسجيل معلومات المستخدمين عن طريق انه تخلي بين القوسين مالتا يوزر كريشن فورم فالجانجو رح يفتهم انه انت هذا الكلاس لانشاء مستخدمين اوكي هي هاي الفكرة مالتا فداخلها مثلا ممكن منكتب ايشي يعني ممكن رأسا نقول لكلاس متا بس مجرد نطيلها معلومات معينة على سبيل المثال انه الموديل رح يكون شنو هو يوزر صح لانا اريد اغزنها في قاعدة البيانات في جدول اليوزر تمام اضافة لذلك الميتا يحق لك انه انت تحدد الفيلدز اللي تريد تمليها تمام الفيلدز يساوي طبعا هذا مو dot sorry هذا equal زين الفيلدز اتحدد الفيلدز اللي تريدها على شكل تيوبل رح يكون شوف قوسين فعلى سبيل مثال يوزر نيم انا اريد املي اليوزر نيم او اسمح لليوزر انه يضيف اليوزر نيم مالتا اسمح لليوزر انه يضيف اليميل مالتا اسمح لليوزر انه يضيف الpassword تمام والpassword رح يكون اثنين واحدة انه يعبي الpassword مالتا الثانية confirmation للتأكيد هذا داخل string هذا ايضا رح يكون داخل string الثانية confirmation يعني شايفين من يقولك اكتب الpassword مالتاك من تكتبه وراها يقولك شنو التأكيد على كلمة المرور تمام هي هاي الفكرة مالتا هنا خلي فارزة فبهالشكل رح يكون طيب اذا حبيت انه تعدل على بعض الشغلات مثلا في داخلها على سبيل مثال خلي نقول مثلا اليميل ما ردي يجاوز اكثر من مئتين واربعة وخمسين كاركتر فاقدر بداخل الكلاس اقول له مثلا اليميل الفورمز احنا نعرف انه هذا يتعامل كفورم دوت رح يكون نوع ايميل فيلد تمام ايميل فيلد والماكس لينكث مالتا يساوي ناثنين خمسة اربعة مئتين واربعة وخمسين تمام يعني هذا بس حتى شنو حتى انه انا بها اقول له انه اللي يضيف اليميل ما لتا يكون على شكل اليميل الفورمات ما لتا تنسيق ما لتا يكون ايميل يعني مو يجي يخلي اي شي تمام شون اصلا اننا باللوغن اوكي يعني ما يكتب بس فقط نص لازم يكون بها ات ولازم يكون بها دوت كوم او دوت اي دي او اي شي اخر فهذا قصده باليميل فيلد الماكسيمة منه ما يتجاوز الكاركتر مال تعدد الحروف الـ 254 فتقدر تضيف ايضا الـ username الـ password ايضا اذا عندك فتخصاص تريد تضيفه تقدر تضيفه جو اليميل واتكمل اوكي فهذا الفورم هو اول شي احنا نحتاجه انه احنا نصنعه طيب هذا من جانب يحتاج انه شي اخر نعم رح نجي للـ views اوكي طيب هو باللوغن ما رح نقدر نسوي احنا فورم خاص لللوغن ايضا اي نعم تقدر تسوي لوغن خاص للفورم عادي جدا تمام يعني هذا اذا كان عندك سؤال هل ممكن انه اللوغن هم اتبعه نفس الالية نعم تقدر تتبع نفس الالية بس ما رح يكون user creation اوكي هذا فقط لانشاء المستخدمين اللي ما موجودين في قائلة البيانات نجي هنا عدنا class احنا مال تلوغن نحتاج انه عملنا class اخر هو المن للرجستر فخلي نجيب هذا هنا شوية ينطينا مساحة نجي ناخذ هذا class login او خلي هذا شوية نصعد اللي فوق اوكي نجي ناخذ هذا class login ونجي للأسفل نعمل paste الى هذا خلي نقول رح يكون للرجستر view تمام ررجستر view بس ايضا هذا اللوغن بدل اللوغن فورم اقدر استخدم فورم view اوكي فورم view وليش فورم view حتى اقدر انادي على هذا الفورم فاحنا شو رح نسويه هذا الفورم view لازم ننادي عليه فنقدر نسوي له import هو موجود من ضمن نسق الفيوز جينوريك تمام فلذلك رح يختفي عندك ال error حلو تريد تحدد template عادي جدا تجد تجد تحدد هذا يقبل template name اوكي لين هذا شو اسمه فورم view تجد تحدد لي مثلا تقول له رح يكون مساره في user او users مثلا slash register dot html اوكي هذا اذا تريد تغير مكانه او مثلي ما تريد تغير مكانه تمام هذا تريد تخلي الهاشتاج حتى يصير comment ما تريد تغير مكانه مجرد انه انت تعرف وين خليت login وين خليت login بالregistration خلاص تيجي هنا هنا تعمل لك فايل اسمه register dot html اوكي فممكن تتبع هاي الطريقة او اذا انت تريد تعمل لك فولدر اخر بمسمة اخر تقدر تستخدم template name طيب عدنا شنو بما انه فورم احنا استخدمنا لازم نحدد الفورم لان احنا من يسجل الشخص لازم يتبع هذا الفورم تمام فلذلك شو نقول احنا هنا نقول from او فورم عفوا forum underscore class يساوي لنا شنو يساوي لنا هذا الفورم اللي هو registration فورم تمام فنجيب هذا registration فورم نقول انه انت تاخد معلوماتك من registration فورم هذا ما معرف شنسوي نجي هنا فنقول على سبي مثال مننا نبلش نقول from dot forms import registration فورم تمام فيختفي عندك error هنا حلو هذا عني احتاجه اي نعم تحتاجه ليش احتاجه حتى اقول اذا هو اصلا كمل registration او هو اصلا مسوي login تمام هو مسوي login فما يحتاج انه تشوف register لانه اصلا مسجل فليش يطلع على صفحة register صح له لا ما تقسز على قول تلاتراك فلذلك هذا رح اغير register الى نفس العالية اللي تبعنا هي ال login طيب هذا بالنسبة لل redirect احتاج انه اعيد توجيه اذا نجحت احنا استخدمنا الفنكشن هذا ويا ال login صح حلول نستخدم ال attribute multi يعني هنا اقدر اقول شنو success full url اوكي خلنتبع اكثر من نوع زين حتتوضح عندك واقدر استخدم ويا شنو lazy ur يودي وين مثلا يودي لل profile اذا هو اصلا مسجل اوكي هو اصلا مسجل فما احتاج اذا هذا الكلام كل يحول ال profile يبقى عندي شنو يبقى عندي انه بعد ما عمل عملية التسجيل شنو الخطوات الاخرى فهنانا اكو في عندك فنكشن اسمه form valid من ضمن form view وهذا form valid شوف واشن invalid سويت form valid form valid شنو اذا عب البيانات مالت فالفورم هذا احتاج انه اسويها save يعني احتاج هنا اقول user المستخدم الفورم اذا عباها فانت عندك فنكشن اسمه save احفظ لي البيانات مالت form dot save حلو زين نجي نقدر نخلي شنو if statement user اذا كان user يعني خلي نقول عب البيانات مالت بالتالي تقدر تعيد توجيه الى مكان اخر شون اغير اقول مثلا تودي للlogin اوكي فالlogin هي self فارزة self dot request اوكي لانه ياخذ الطلب يعني هو اصلا بعد ما عمل register فكان وظيفة انه يعمل register يعني الuser هو يريد register فالrequest مالت ياخذ ويحول الى وين يحول الlogin مع معلومات الuser اوكي بهذه الصيغة راح تكون عندي طيب الان الان عندي هذا الريكوست ايضا كامل يبقى عندي شنو return اسوي return هنا return ايضا لازم اسوي wlf sorry wlf سجل سجل المعلومات المعلومات مالت يعني يرجع مرة الله للclass خلي نقول الرجست review فاقدر اقول هنا شنو اقدر اقول هنا super زين register review فارز self dot forum valid اوكي forum valid اللي وقع وسين في داخله forum اوكي بهذه الصيغة الصيغة عفوا يبقى عدنا بس الlogin نعمل الimport الlogin من نعمل الimport ايضا من الاث اذا اكو هنان auth ما موجد هنان auth نقدر انه اي نذكر هن django contribute auth هذا نقدر نعمل import لل auth الlogin انا اجيب من من django contribute او contribute dot auth import login اوكي هذا شنو هذا رح يجلب لي الlogin مالتي طيب هنا بها الحالة انو احنا الفorum اذا valid بمجرد انه الفورم يكون عندي valid تمام فمعناته شنو انه تمت العملية بنجاح فمن تمت العملية بنجاح رح يحول مثلا لصفحة اللوغن ونجاح ونجاح العملية لتسجيل مالتك تمام ونجاح الكلس return يرجع الكلس اللي هو register view form valid انه خلاص هو سجل هذه المعلومات في قاعدة البيانات ما حاجة انه يبقى بهاي الصفحة لو نيجي على urls احنا تمام احنا عدنا هاي urls ايضا لازم نضيف الى شنو مثل مظيف الlogin لازم نضيف ايضا للرجستر مسار فهنا رح نقول register وايضا الname مالت رح يكون register زائدا انه في view احنا عدنا شنو اسمه الclass هو register review فنضيف هنا نفارز register review وهذا ايضا نحول الى register review that's it فهنا انت عندك هذا كل كامل يبقى عندك شنو يبقى عندك HTML مالت registration طيب الـ HTML ممكن اخذ معلومات مالت خلينقول الlogin هنا نايس فهذا الفورم كله اخذ مالت الlogin واجيب اوين اوين برجستر HTML تمام هذا رح يكون register register تمام register طيب انا يحتاج بالفورم مالتي شنو التوكن حلو ايضا الفورم field هذا ما عندي اي مشكلة بها اذا كان عند error ينطين error وهنا انا اشوف باوع اذا صارت ممكن ينطي على شكل صيغة HTML يعني بها تاغات مال HTML فاذا تريد انت تفسرها بطريقة مرتبة يعني ممكن الانسان قراءتها فتقدر تضيف لفلتر يعني تقدر تسوي هنا pipe وتقول شنو str أو كل التاغات مال HTML من عند ويطلع لك هي كمسجات يادية واضحة and if and هنا submit لكن value مال رح يكون register تمام يعني ما غير نشي يعني بس مجرد جبنا copy paste من ال login وهنا غير نا register هذا ايضا نفس الكلام تقدر تضيف ه بال login يعني هنا بال error مال زين هذا join في حالة إذا جئنا هنا كتبنا register مثلا وقلنا enter طبعا رح يشغلنا المفروض التطبيق مالتنا وكي and if in case ما عدنا error إحنا I think عدنا error هنا بال بال forum شوف هنا dot forum زين يقول لك file ما log view ما عرف شنو غني نعمل مراجعة سريعة ونشوف شنو اللي احنا سوينا إذا نجي الفورمز بالفورمز احنا عملنا import الفورمز وكذلك ال contrib اوكي هذا تمام اوث import user creation creation forum حلو وال user فجبنا user creation هنا وقلنا ال user هنا that's it and can't import name user creation هنا يقول لك عندي error ما يجيب من ال اوكي نقدر نفصل لهم يعني نقدر نقول له هنا dot forums لأن هو user creation عايد لل forums هذا نقدر نعمله double يعني هذا cut جيب import user creation and هذا راح اجيب من models ممكن نعمل هذا الشيء نعمل خط راح راح تستفاد من عند اذا ظهرت عندك هذا الخطأ حتى تعرف شون تقرأ debug malt django يعني من تظهر عندك الخطأ تعرف شون تقراها فهنا شي يقول can't import can't import name register review اوكي انت ال register review وين تجيب register view ب url تمام هنا عندك register review شوف احنا وين حطينا اعمل import وين author view هذا الشيء غلط لانه مو هنا موجود هو موجود بالview فاجي هنا اضيف my login view بعدها اضيف register view لانه بالview موجودة اوكي يعني اجد حط هنا وهذا الشيء غلط فبالتالي مفروض انه يشتغل عندي بدون اي مشاكل اذا ظهر بعض error انه يقول لك template name implemented get معروف شنو اي معنى انه احنا عدنا مشكلة بالview نفسها اوكي فاذا جنا للview خلينا نشوف في register هنا template name اوكي هذا forum خلينا نحدد template name لانه هذا forum view تمام ونقول شنو نقول احنا حاطينا وين حاطينا بالregistration rename اوكي لان احنا ما مستخدمين register view مستخدمين forum view اوكي registration register html i think in this case يعني الحالة مفروض انه يشتغل ما عندك مشكلة that's it اشتغل شوف لاحظ ظهر عندك هنا username email password password confirmation زين هذا password 1 هذا password 2 تذكرون نحنا ذكرناه ايضا register هنا join now register هذا ميحتاج هذا لازم نحول الى login اذا نرجع ال register html هذا رح يتحول الى login تمام وايضا هنا نقدر نضيف البتاع اللي هو وين هذا this one شوف هذا صار ترنتنتن اكتب له url and like this شوف هنا اكتب له شنو login شوف هذا صار سعدنا login فاذا جد هنا login تمام طبعا join now او اذا ما يحتاج نقول ل are you member member تمام فهو اصلا عضوي انا فما يحتاج انه يضيف شوف are you mem منو ما عرف ملاحق يسوي compile this one login شوف لاحظ جابني على login register جابني على register جابني على register لا ما يجيبك على register حتى نجيب على register نقدر ناخذ هذا نجيب على login and هنا احنا عدنا register فارغ this one and خليها register بس الر small فتعال هنا عمل refresh and على register راحظ جابك للرجster login جابك login register جابك register login login register register كافي لعب فخلنا نرجع للرجster الان المفروض انه احنا كل شي عدنا تمام ومتناسق متناسق منه هذا متناسق فاذا جينا على الhome عدنا login خلينا بالhome ايضا نضيف register فناخذ copy من هذا ونجي للhome this this and هنا login بر اكتب لها br وين بر شوف اح فاقل رفرش that's it فاجي register login تمام register login register حلو كافي كافي خلنجي نختار اسم خلنقول علي عيسى وهذا ال username ok and ال email المالت مثلا علي dot عيسى at gmail dot com وال password مالت لازم ايضا يكون قوي ok and let's see اذا هو يقبل الناس registration file اح خلنقول هنا register وواو قبل بلمح البصر log in شوف ما ياخذك login اذا احنا فعلا نجحنا بعمل التسجيل احنا خلن نجي نقول register ok still register is working احنا نجي على login شوف login ياخذك هنا زين احنا شنو عدنا هنا هنه هاي redirect true احنا هذا رح يساعدني بها dispatch function طيب بس قبل dispatch function خلينا نجيب مكتبة اللي هي from django dot short cuts import import redirect تمام هذا انا رح احتاج redirect طيب انزل لي جوا هذا هو registration form تمام احتاج لفنكشن اللي هو dispatch def dispatch patch هذا الفنكشن شنو وظيفته قبل لا يظهر الفورم النا هذا رح يتفعل يشوف اليوزر اذا كان مسجل ولا لا فاذا اليوزر اذا مسجل رح يعيد توجيه الى مكان اخر اذا اليوزر لم مسجل فرح يظهر لل فورم اوكي فاذا هذا هو الفكرة من dispatch انه يشتغل قبل يظهر الفورم فهنا انا اش اقدر اقول على سبي مثال اقدر اقول self اوكي رواعي للclass نفسه request الي يجيك تمام يعني من يجي واحد يكتب هنا register يطلب register اوكي ايضا ممكن تمرر اياها arguments الي هي arg args وال keyword args args اوكي بس الkey word args نعرف انه عنده astric مرتين نجمة تمام زين اش اكتب بهذا الفنكشن اقول if request الي طلب الشخص request الي اجاك dot user كان الشخص هذا dot is authenticated اي think كتبت صح له غلط او thin اعج بس الاث thin غلط قلب authenticated اذا كان الطلب جاي لك من شخص اصلا هو مسجل تمام authenticated if شا سوي له return redirect اعيد توجيه الى وين الى مسار profiling انت مسجل اصلا يعني ليش تريد السجل مرت الاخ تمام يبقى اخر شي هذا super لنواع الى class فهذا super ايضا لازم اذكر مع مستوى ال f super ايضا view self هنا عندك form valid هذا form valid راح يتغير ب dispatch dispatch راح يحمل request والarg والkey w arg بس لا يروح مكان اخر this تمام يعني بس مجرد هاي الثلاثة اجيبهم في داخل dispatch just like this يعني فقط بهذا الشكل تمام فهل الشكل راح يصير عندي هذا ال function راح يتفعل بمجرد انه يحس انه هذا user عفوا داخل فاذا اجينا على register انطينا refresh مرت الاخ مفروض انه يحول ال profile لاحظ حول ال profile فاذا اجينا نكتب register تمام يظل يحول ال profile ليش اللي احنا مسجلين خلنا لامل logout ونجي ال register that's it الان register شغال ليش اللي احنا اصلا ما مسجلين شوف ال logout فباش شكل تقدر تحمي ال user المسجلين من صفحة ال register وصفحة ال login تمام بياذا صيغة فقط فاللي هنا خلونا نوقف حتى بدرس القادم نشرح لكم